السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات ربع ابتدائي اهلا بيكم في فيديو جديد مع مستر خالد النهاردة ان شاء الله حنتكلم عن الدرس التاني حنجرى الدرس ونحل التمارين مع بعض في الوحدة العشرة بس جب نبدأ انا حاب بشكر كل الناس يا جماعة اللي هي بتكتبنا تعليقات جميلة فعلا يعني شكرا لكم والله احنا مستمرين بكلامكم الجميل ده فعلا يعني فشكرا لكم يعني اه فيلا بينا خلينا نبدأ مع الدرس بتاعنا ونشوف الكلمات بتاعتنا الكي فوكاب معايا في صفحة اه مية تمانية وسبعين وان هاندرند سيفينتي ايت تمام عنوان الدرس معايا اسمه Staying Safe Online Staying Safe Online اللي هو البقاء امنا على الانترنت هنجرى الكلمات مع بعض وخلي بالك في النطقة علشان تعرف تجرى بعد كده احنا شغلين من كتاب المعاصر لو اول مرة الناس تتابعنا يا جماعة Social Media Social Media طبعا دي وسائل التواصل الاجتماعي Social Media Device Device معناها جهاز Secret Secret اللي هي سر او سري Creative Creative مبدع Scary Scary مخيف Pros Pros اللي هي معناها ايجابيات او مزايا Cons Cons اللي هي سلبيات او عيوب فلما اقول Pros and Cons دي معناها ايجابيات وسلبيات او مزايا وعيوب Stupid Stupid غبي Lead Lead متأخر Bully Bully اللي هو التنمر ايه هو التنمر بقى اللي هو حد بيتنمر عليك عن طريق وصل التواصل الاجتماعي يبتزك عن طريق صور او عن طريق اي شيء ما يعني زي ما احنا بنسمع كتير على الانترنت Tag اللي هي معناها اشارة او لافتة Personal Personal شخصي حاجة شخصية يعني Problem Problem مشكلة ياريت تكرر معايا Problem Ugly 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 معناها قبيح Online Online يعني عن طريق الانترنت او عبر الانترنت Strong Strong قوي Safe Safe معناها امن Sporty Center Sporty Center مركز رياضي طيب حقر الكلمة التاني Social Media Social Media Device Device Secret Secret Creative 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 Scary Scary Pros Pros Cons Cons Stupid Stupid Late Late Bully Bully Tag 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 Personal Personal Problem Problem Ugly Ugly Online Online Strong Strong Safe Safe Sporty Center Sporty Center تمام؟ نشوف اللي بعده في نفس الصفحة معايا في تصريفات افعال اللي عندي افعال منتظمة و افعال شازة طبعا الريجولار دي الافعال المنتظمة و الريجولار دي الافعال الشازة اللي هي يعني ما لهاش قاعدة سابتة طيب هنجرى مع بعض الافعال المنتظمة في المضارع والماضي share اللي هي معناها يشارك share share الماضي منها shared shared شاركة وانتهى contact contact اللي هي يتصل الماضي منها contacted contacted اتصل وخلص بقى ماضي bully bully يتنمر bullied bullied اللي هي معناها تنمر بقى accept يوافق accept accept accepted 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 وافقة turn off turn off يغلق turned off turned off check 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 يفحص الماضي منها checked checked ask ask يسأل الماضي ask it ask it يعني سأله وخلص طيب ناجي بقى الافعال الغير منتظمة اول فعلة معايا find find الماضي منه found found learn learn الماضي منها learned 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 تعلم وخلص keep keep يحافظ الماضي kept kept يعني حافظ وخلص بقى ماضي give give يعطي give give أعطى till till يخبر told told أخبرة make make يصنع الماضي منها made made take 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 ياخذ الماضي took took تمام؟ ده بالنسبة للأفعال شوفوا اللي بعده الجب Der Exhibitions اللي هي تعبيرات هام and prepositions وحروف جر معها برضو ايه، مهمة حنقرب معها حنقرب مع بعض أول تعبير معايا هنا بيقول I think it is scary that I think اعتقد it is scary that انه من المخيف ان I think it is scary that I think it is scary طيب تاني حاجة معايا turn off معناها يطفي او يغلق find information for find information for معناها يجد معلومات لي be friend يعني كن صديق كن ايه صديق check with an adult check with an adult يعني تحقق مع شخص بالغ او كبير في السن make new friends make new friends اللي معناها يكون صدقات جديدة make new friends بعد كده be creative be creative يعني كن مبدأ accept to accept to يقبل ان give to معناها يعطي لي have a problem لديه مشكلة people you don't know people you don't know او ممكن اقول people you don't know معناها ناس انت لا تعرفها او اشخاص لا تعرفها ده الكلام ده اللي هنجرى دلوقتي معد شوية في الدرس مع بعض فها في البداية هنا قلنا ايه الحروف الهامة والتعبيرات الهامة في الدرس شيف اللي بعده مديني اختبار صغير كده في صفحة 179 جيب لي صورتين وعاوزني اكتب عن كل صورة جملة انت من خلال النظر الى الصورة فشايف ولد ماسك في مامتو تمام او حاضن مامتو فهنا حنقول عليها ايه بقى هي is my mom ممكن اقول هي امي او اي لوف ماي مام انا بحب امي فجمل كتيرة فاحنا كتبنا ايه بقى كتبنا شي ازا مام يعني هي تكون ايه ام هي تكون ايه ام طيب الصورة التانية زي ما انت شايف ولدين بيلعبوا كرة قدم مع بعض ففيهم ولد مصاب او واجه على الارض فحنقول يا بقى انه هو تصاب فحنقولها ازاي بقى هنقول هي is injured هي is injured يعني هو مصاب هو ايه مصاب طيب السؤال اللي بعده بيقول لي look and complete يعني انظر واكمل طيب انا شايف في الصورة ايه بقى مديني صورة بتاعت ارنب وتحت منها كلمة ugly بس نقصة حروف فحنحن هنكملها الحروف النقصة وهي هتكون ايه ال u بعد كده ال g وال l وال y فتبقى ugly اللي هي معناها قبيح يعني شكله ايه قبيح طيب التانية بقى اللي هو زي ما انت شايف ادي مديني جهاز كومبيوتر وبعد كده مديني اا حروف نقصة فعاوزني اكتب عليها فطبعا كلمة جهاز اسمها ايه device اسمها ايه device يبقى نقصة ايه بقى ال e وال v وال i وال c وال e تمام device يعني جهاز طيب بعد كده معايا اا جيب لي الانستجرام والواتس والفيس طبعا عندي كلها اسمها وصائل تواصل اجتماعي يبقى خلي بالك اا وصائل التواصل الاجتماعي عندنا اللي هي الفيسبوك واليوتيوب والاا والنتلوج والواتساب والانستجرام كل دي اسمها وصائل تواصل اجتماعي وبالانجليش اسمها social media social media social media فحنكتب كلمة social media اللي هي وصائل التواصل اجتماعي فكلمة social نقصة ال o c i a l وميديا بديني حرف ال m نقصة ال e وال d وال i وال a تمام؟ ده بالنسبة للسؤال الثاني تعالي نشوف بعد كده معانا ايه اا في صفحة مية وتمانين بيقول لي listen read and learn يعني استمع وقرأ وتعلم بديني هنا بيقول لي بقى الايجابيات والسلبيات بتاعة وسائل التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي تمام؟ اا هي عندما نستخدم اجهزة الكمبيوتر والاجهزة الاخرى تمام؟ لمشاركة الافكار والخواضر والمعلومات تمام؟ طيب هنقرأ بقى ال pros and cons اللي هي الايجابيات والسلبيات بتاعتها اا الايجابيات معاقي بقى خلي بالك في الايجابيات اللي هم يدينا عليها علامة صح اول حاجة بيقول لي ايه you can have fun يعني انت تستطيع ان تمرح تستطيع ان ايه ان تمرح دي من اول ايجابيات عندنا تاني حاجة معايا اسمها بقى بيقول لي ايه you can talk talk خلي بالك ال ال بننطقها long o فتبقى talk to friends and family يعني انت تستطيع ان تتحدث مع الاصدقاء والعائلة دي من ضمن الايجابيات طيب ايه السلبيات بقى اللي بتينا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي people you don't know can contact you يعني في ناس انت متعرفهاش ممكن ايه بقى تتصل بيك يمكنهم الاتصال بك تاني حاجة بقى معايا بيقول you can share photos انت يمكنك مشاركة الصور طبعا دي من الحاجات السلبيات يجي مع المفروض الواحد مينشورش ايه صوره تماما علشان موضوع التنمر محدش ايه يبتزك من خلال هذه ايه الصور طيب نقلب الصفحة ونشوف معانا ايه تاني بقى اه برضو ما زال معايا هنا بعض الايجابيات او الايجابية التالتة معايا هنا بيقول you can find information for your homework انك يمكنك العصور على معلومات لواجبك المنزلية تساعدك في حل ايه الواجب طيب الايجابية الرابعة بيقولي you can be creative ان انت ممكن تكون مبدع بتخليك ايه مبدع كده وعندك معلومات وانسان ايه مفكر ومبدع رقم خمسة you can play games انت تستطيع ممارسة الالعاب طيب رقم ستة you can learn interesting things انت تستطيع ان تتعلم اشياء مسيرة للاهتمام حقراهم تاني بقى خلبيك معايا في الاجابيات رقم ثلاثة بيقولك ايه بقى you can find information for your homework you can find information for your homework رقم اربع you can be creative you can be creative رقم خمسة you can play games you can play games رقم ستة you can learn interesting things you can learn interesting things فلازم الحاجات دي انا اكون عارفها وفاهمها كويس لاني لما يجيب لي مثلا باراغراف يقول لي right a paragraph about اللي هي بقى the process of social media المزايا بتاعت وصلت وصل الاجتماعي فانا حكتب فيها الكلام اللي انا قلته طيب اما بقى لو قللي عازك تكتب عن ال cons اللي هي السلبيات او العيوب بتاعت الانترنت فانا عندي اول حاجة هنا رقم ثلاثة احنا اتكلمنا على الاولى والتانية في الصفحة اللي فاتت الثالثة بقى بيقول لي ايه people can tag you in photos when you don't want them to يعني الاشخاص يمكنها تشير اليك في صور عندما لا تريدهم ان هما يعملوا ايه ده او يفعلوا ذلك people can tag you in photos كلمة tag معناها يشير الي يعني او يعمل لك اشارة in photos في الصور when you عندما انت don't want them to يعني تريدهم ان يفعلوا ايه زلك طيب رقم اربعة معايا بيقول لي some people بعض الناس can take your personal information ممكن يعني تاخد المعلومات الشخصية بتاعتك تماموا ده من الحاجات السلبية some people can take your personal information يمكنوا من ياخذوا المعلومات الشخصية طيب رقم خمسة معايا بيقول لي some people can bully you كلمة bully you اللي هي معناها بيتنمروا عليك زي ما احنا قلنا في البداية كلمة bully اللي هي معناها ايه يتنمر طيب نشوف اللي بعده في صفحة 181 هنا جيب لي staying safe online تمام ان انت لازم تكون بامان على الانترنت طيب ازاي باجا يا مستر خالد اكون بامان على الانترنت بص معايا باجا في المربع الاولاني اللي هو فيه علامة الصح ده باجا بيقول لي ايه you should accept to be friends only with people you know يعني يجب ان تقبل الصدقات مع ناس انت تعرفها مع اشخاص ايه تعرفهم فقط ما نقبلش اي حد وخلاص يبقى حنقول يا بقى you should accept to be friends you should accept to be friends only with people only with people you know you know طيب تاني حاجة باجا بيقول لي ايه you should keep your password secret you should keep your password secret يجب ان انت تحافظ على كلمة السر بتاعتك الخاصة بيك تخليها حاجة سرية ما تقولش ليها عن اي حد تمام دي من الحاجات المفيدة جدا اللي احنا لازم نكون عارفينها طيب المعلومة التالتة عشان اكون بامان you should keep your personal information secret you should keep your personal information secret انت يجب ان تحافظ على المعلومات الشخصية بتاعتك تمام في سرية لازم تخليها جدا حاجة ايه سر يعني ما تخليها متاحة للجميع طيب بقى الحاجات الوحشة اللي المفروض ما فعلهاش بقى على الانترنت اللي هي ايه بقى you shouldn't make new friends online ما ينفعش تعمل صدقات مع ناس عن طريق الانترنت تمام ناس ما عرفهاش ما ينفعش عماها صدقات تاني حاجة you shouldn't give your password to anyone who asks مش اي حد يسألك عالباسورد بتاعتك فانت تقوله عليها على طول you shouldn't give your password انت لا يجب ان تعطي الباسورد to anyone who asks لأي شخص يسألك عن ذلك طيب الحاجة التالتة اللي انا لازم اخلي بالي منها you shouldn't tell everyone your birthday and your phone number ما تقولش لحد تاريخ ميلادك ورقم تليفونك لا يجب عليك ان تخبر الجميع بعيد ميلادك ورقم هاتفك you shouldn't tell everyone your birthday and your phone number تمام يبقى احنا قلنا على الحاجات اللي احنا نعملها والحاجات اللي ما نعملهاش عن انترنت قلنا نعمل يا بقى نعمل صدقات مع ناس نعرفها نحافظ على كلمة السر بتاعتنا بعد كده المعلومات الشخصية حافظ عليها واللي ما عملهوش بقى ايه ما اكونش صدقات مع ناس معرفهاش ما تديش كلمة المرور بتاعتي لأي حد ما ينفعش كمان ان انا ايه بقى اخبر الجميع بعيد ميلادي ورقم ايه ورقم تليفوني ده بالنسبة يا جماعة اللي هو البقاء بامان على الانترنت طيب نشوف اللي بعده هنا لانجوج يعني لغويات معايا المودل فاربوس فور اضايس اللي هي الافعال الناقصة اللي بنستخدمها في النصيحة زي شود و شودنت لسه قررينهم من شوية اللي هي شود معناها يجب شود معناها ايه يجب خلي بالك بقى فين شود يا مستر خالد اهو حاشغل لك انا القلم علشان تخلي بالك معايا وتشوف بشتغل ازاي ادي شود شود دي معناها ايه معناها يجب لازم يكون قبلها في فاعل الفاعل ده بيكون يا اسم يا ضمير يعني مثلا نقول لك احمد شود اي شود هي شود ده بالنسبة كاسم او ضمير بالنسبة لمن للفاعل طيب تمام ناجي بعد كده بقى شود دي معناها ايه معناها يجب وبياجي بعدها ايه وخلي بالك بياجي بعدها مصدر علشان تعرف تحل الاسئلة بتاعتها شود بياجي بعدها ايه مصدر طيب باستخدمها في مصدر خالد تخدمها في النصيحة تمام يعني اقول لك يجب عليك ان تفعل كذا وكذا تمام يبقى نستخدمها للحديث على الاشياء التي من الجيد لنا القيام بها الحاجات الكويسة اللي احنا لازم نعملها طيب هنا هم الديني مثال بيقول لي اي شود تيرن ماي فون اوف ات ماي يجب ان اغلق تليفوني في الليل شايف هنا تشود جا بعد منها ايه تيرن مش تيرنز ولا تيرند ولا تيرننج خلي بالك بقى مصدر يعني بأكد مصدر تمام طيب تاني حاجة معايا اسمها شودنت معناها لا يجب ان وبياجي بعديها برضو فعل في المصدر طيب وقابلها فاعل طيب بنستخدمها فيه دي مصدر دي بنستخدمها يا جماعة للحديث عن الحاجات اللي ما ينفعش نعملها يبقى شود مع الحاجات اللي احنا لازم نعملها وشودنت الحاجات اللي ما ينفعش نحنا نعملها تمام للحديث عن الاشياء التي لا يجب القيام بها هنا بيجولي علشان نتحدث عن الحاجات الوحشة بالنسبة لنا زي ايه اهو البت جاي لمسال اهو لا يعني ما ينفعش انك تستخدم هاتفك في وقت متأخر في الليل او من الليل خلي بالك اهو بعض جاي فعل في المصدر هنا بأكد تمام you shouldn't use your phone late at night شوف اللي بعده تعال ما ايبقى بصفحة 182 هنحل كوز كده صغير اهم الدهوني عن اللغويات اول حاجة بيقول لي i نقط او i space خلي بالك الفراغ ده او النقط دي انا بالانجليش بقول عليها space فانا احيانا بقول نقط علشان الطالب ما يتلخبطش فلما بقول i space ممكن يفتكر ان فيه كلمة اسمها space موجودة جدام ولا هو الفراغ او الحيز الموجود ده اسمه space بالانجليش تمام يبقى i space only give my phone number to my friends تمام يعني ايه هنا بقى بيقول لك انا يجب ولا انا لا يجب هنختار بقى انا بيقول لك على الاختيارات يجب ولا لا يجب ولا not should طبعا ما فيش حاجة يسمها not should يا جماعي هي should يبقى في النص دي مستبع ده اجي بعد كده اعمل ايه بقى يبقى دي كده ما فيش حاجة عندي اسمه not should not should دي كده غلط يبقى انا اجابتي اما should يا shouldn't حقر الجملة واشوف ايه المطلوب مني بيقول لك i not only give my phone number to my friends يعني بيقول لك فقط اعطي رقم تليفوني لاصدقائي يبقى هنستخدمية بقى should ولا shouldn't طبعا هتبقى يا جماعة الاجابة الصحيحة من دي من should طيب تاني حاجة بقى معاي بيقول ل he is 15 15 يعني 15 سنة يعني هو عنده 15 he not drive a car يبقى he should ولا shouldn't طبعا ما فيش حاجة اندي اسمه should يبقى دي مستبعدة غلط يعني حقول هو يجب ان يقود سيارة ولا ما ينفعش هو عنده 15 سنة طبعا انت 15 سنة صغير فمفروض يبقى shouldn't لا يجب ان يقود سيارة رقم ثلاثة you should انت يجب not and disease doctor طبعا احنا قلنا بعد should بياجي ايه مستر خالد بياجي الفعل فين في المصدر يبقى بعد should بياجي الفعل فين في المصدر الفعل في المصدر طيب فين المصدر عندي went لا طبعا ده ماضي ما تنفعش going لا ده مش مصدر go هي اللي صح يبقى الاجابة الصحية عندي مين go تمام اللي بعده بيقول لي هنا يوه نقاط smoke it is a bad habit for health يبقى هنا حقول له ايه انت يجب ان تدخن ولا انت لا يجب ان تدخن طبعا ده بيقول لي هو هنا bad habit يعني عادة سيئة for health بالنسبة للصحة كلمة health معناها ايه معناها صحة معناها ايه صحة طبعا هنا حقول له ايه بقى you shouldn't smoke you shouldn't ايه smoke لا يجب ان تدخن children shouldn't لسه قلنا فوق بعد should و shouldn't بياجي الفعل فين في المصدر طبعا eat ضماضي to eat ما ينفعش لان بعدها بياجي مصدر على طول فتبقى children shouldn't eat هنختار ايه الاولى نشوف اللي بعده general exercises اللي يجبها لي على الدرس بقى خلي بالك معايا في صفحة 183 السؤال الاول برضو choose بيقول people can نقاط you in photos on social media يعني الناس تستطيع ان تعمل لك ايه على الصور في مواقع التواصل الاجتماعي زي ما احنا قلنا ممكن تعمل لك تاج يعني اشارة تمام طبعا take can take هنا ما تنفعش ولا share can share you يعني حتى ممكن تشيرك ولا tag you طبعا بتعمل لك اشارة فالاجابة الصحيحة عندي ايه tag تمام رقم اثنين بيقول it's scary scary معناها مخيف او مرعب that people can not you online تمام طبعا help you طبعا لا ما فيش حاجة اسمها help you online ولا ask you online ولكن في حاجة اسمها pull اللي هو معناها ايه التنمر يعني ممكن يتنمروا عليك طبعا ده شي ايه it's scary يعني مرعب او حاجة مخيفة رقم ثلاثة احمد ست زت احمد قال ان امير was نقط امير كان ايه امير was sad امير كان حزين يبقى هو قال له يا بقى اكيد قال له stupid يعني غبي فكلمة stupid هنا معناها ايه غبي فهو لما قال له انت غبي هو احمد بيقول لك احمد قال ان امير كان غبي فامير كان حزين لما هو قال عليه كده تمام اصلي مش معقول هيقول عليه good وهيبقى حزين ولا يقول عليه creative ويبقى ايه حزين رقم اربع he had يعني هو لديه ايه في التنمر في الفصل طبعا لديه مشكلة فكلمة مشكلة اسمها problem رقم خمسة you should انت يجب طبعا هنقول لنا بعد should يا مستر خالد بيجي الفعل فين في المصدر في المصدر عندي مين بقى till يبقى you should till your parents يجب ان تخبر والديك كلمة parents معناها والدين when someone police you online لو شخص بيتنمر عليك على الانترنت السؤال التاني معايا طبعا زي ما انت شايف بيديني قطعة ومديني مجموعة كلمات زي كلمة friends اللي معناها اصدقاء وكلمة number معناها رقم وpassword اللي هو كلمة سر وكلمة secret معناها سري تمام او سر فهنا هنكمل القطعة المدهاني من خلال الكلمات المدهاني دي فاول حاجة بيقول ايه you should keep your password password secret ياجب انك تحافظ على كلمة السر بتاعتك في امان you shouldn't tell everyone your phone ايه بقى phone number phone number ما تقولش لأي حد ايه رقم التليفون بتاعك بقى اول حاجة عندي ايه number بعد كده بيقول you should accept to be نقط only with people you know and you should use strong نقط تمام نرجع تاني بقى بالراحة عشان ما اتتوش مني بيقول يا بقى you should accept to be نقط only with people you know لازم تقبل انك يعني تكون يا بقى friends يعني تكون اصدقاء او تقبل الصداقات only with people فقط مع الناس you know اللي انت بتعرفها and you should use strong ويجب انك تستخدم ايه قوي بقى password يعني كلمة سر ايه قوية علشان ما حدش يقدر يخترق الحساب بتاعك you should stay safe online لازم تكون بامان على الانترنت شوف اللي بعده فنفس الصفحة في 183 السؤال الثالث بيقول لي هنا ايه بقى بيقول لي reorder يعني عيد ترتيب الكلمات علشان تكون جمل صحيحة طبعا هو مديني هنا you دي جملة هبتدي بالفاعل you هنا بقى تكم مديني can interesting learn things online طبعا هتبقى يا جماعة you can ها يعني انت تستطيع طب كان ايه بقى can learn interesting things online طبعا جرناها في الدرس واحنا من شوية قلنا انت تستطيع ان تتعلم اشياء شيقة على ايه على الانترنت you can learn interesting things online طيب اه الجملة التانية بعد كده برضو بيقول لي يبتدي ببيبل طبعا هنا ببيبل الناس ما لهم بقى can take ممكن ياخدوا your personal information المعلومات الشخصية بتاعتك يبقى people can take your personal information information يعني الناس تستطيع ان تاخذ المعلومات الشخصية كلمة personal information معلومات شخصية personal information رقم ثلاثة بيقول لي هنا you و fun و can و have online طبعا ده سؤال الناس ترتيب can بعد can لازم بياجي فاعل تمام وبعد كده الفعل الاساسي هتبقى can you have الفعل الاساسي fun online can you have fun online معناها هل تستطيع ان تستمتع على الانترنت او عن طريق الانترنت ده بالنسبة يا جماعة لسؤال الترتيب نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده معايا في صفحة 184 اللي هو السؤال الرابع بيقول لي read and match a with b يعني اقرأ واصل a مع b طيب رقم واحد في a بتقول لي a بقى you can share انت تستطيع ان تشارك اي بقى photos online ولا your phone ولا information فالاجابة الصحيحة انت هتبقى اي بقى photos online يعني انت تستطيع مشاركة الصور عن طريق الانترنت رقم اتنين you should turn انت يجب turn اي بقى ها اناخدناها turn off اللي هي معناها تطفي يعني يبقى you should turn your phone off at night هنختار if رقم ثلاثة you can talk to انت تستطيع ان تتحدس اي بقى اي بقى ها your friends and family online تمام هنختار ايه رقم اربعة you shouldn't انت ما ينفعش او انت لا يجب عليك ايه tell everyone your personal information انك تقول لأي حد معلوماتك ايه الشخصية طيب رقم خمسة you can find ها information for your homework معناها انت تستطيع ان تجد معلومات لواجبك المنزلي كي تساعدك يعني فهنختار بي تمام يبقى رقم واحد خدت اي اتنين خدت اف تلاتة خدت ايه اربعة خدت اه سي خمسة خدت بي تمام ده بالنسبة يا جماعة للسؤال التوصيل نشوف اللي بعده السؤال الخامس معايا في مية اربعة وتمانين بيقول يعني عيد ترقيم الجملة الاتية طيب هنا مديني اول جملة بيقول you shouldn't talk to people you don't know انت منفعش تتكلم مع ناس انت متعرف هاش طيب هنا لو لاحظت بقى لازم اول حرف في الجملة بيكون عندي ايه capital ولازم في النهاية بحط فلسطب لو كانت جملة او علامة استفهام لو كانت ايه سؤال طيب وإيه تانية مستر خالد وخلي بالك بقى في عندي shouldn't هنا في نقص ابوستروف ابوستروف اللي هي بتاعة not تمام فهتبقى الواي والابوستروف وفي الآخر ايه فلسطب وايه ده كمان ده في عندي ابوستروف في كلمة don't اهو don't برضو نقص ايه ابوستروف يبقى you shouldn't talk to people you don't know you don't ايه نوع يعني عندي هنا اربعة في الجملة دية الواي بتاعة you والابوستروف بتاعة shouldn't والابوستروف بتاعة don't والفلسطب اللي هي في نهاية الجملة رقم اتنين بيقول لي مجدي talked to his dad يعني مجدي تحدث مع مين مع والده لو لاحظت بقى انا عندي هنا الام اول حرف لازم يكون كابتل عشان ده اول الجملة وعندي في الاخر حيكون طبعا ايه فلسطب علشان دي جملة هنا فيها اتنين فقط لا غير طيب نشوف السؤال اللي بعده السؤال اللي بعده هنا ده اخر سؤال معنا معلش انطولت عليكم ولكن زي ما انتم عارفين قناة مستر خالد ما بتسيبش اي حاجة يعني كل حاجة بنقولها بالتفصيل كأنك في درس خاص تمام البراجراف المطلوب مني هنا بيقول لك اكتب باراجراف من اربع جمل باستخدام العناصر الاتية او الكلمات الدل المدهاني دي عن اي بقى يا مصطر عن staying safe online ازايتكم بامان على الانترنت اللي انا اتكلمت عليه من شوية انا واجرى في الدرس بقولتلك ممكن اجيب لك باراجراف عن ايه عن ازايتكم بامان فهو انا همدين كلمة باسور يعني كلمة سر سرية و معلومات شخصية وكلمة يخبر وكلمة معناها يقبل طيب تعالوا هنكتب البراجراف مع بعض اهو ونشوف ونقرام مع بعض طبعا اول حاجة انا قلت ايه خلي بقى لك انا كل جملة مديها لون بحيث ان انت تبقى فاهم الجملة بدأت فين وانتهت فين وفي نهاية الجملة لازم نحط فلسطوب واول حرف في الجملة يكون وفي بداية البراجراف لازم بسيف بمسافة كلمة زي ما انت شايف اهو شايف سايب ايه سايب مسافة مسافة كلمة اهو في المكان ده دي مسافة كلمة وقلت يا بقى ياجب ان تحافظ على كلمة السر بتاعتك بسرية او لازم انك تحافظ على سرية كلمة السر بتاعتك طيب تاني جملة حطيت اهو الفلسطوب تاني جملة مينفعش تقول اهي حد كلمة السر يبقى لا يجب تخبر اي شخص كلمة السر اهو بضرد بحرف كابتل الواي وفي الاخر فلسطوب بعد كده انت لا يجب ان تخبر معلوماتك الشخصية يعني personal information الجملة الاخيرة اهو يجب ان تقبل الناس اللي انت تعرف ايه فقط تمام ده بالنسبة يا جماعة لسؤال البراجراف بكده انا اكون وصلت لنهاية الفيديو اتمنى جماعة لو انت حسيت ان انت فهمت او استفدت معانا يريد تقدير اللي تعبنا يعني تشارك الفيديو مع كل اصحابك وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات ان شاء الله اللي حيتم حلها وشرحها لسنة رابعة واوعودكم ان شاء الله في نهاية ما نخلص الوحدة العاشرة فحيكون عندنا مجموعة امتحانات تدريبية علشان خاضر الامتحانات اللي هي للطلبة بتاعتنا على الوحدة السابعة والتامنة والتاسعة والعاشرة فان شاء الله اتمنى التوفيق للجميع ياريت تنزلولي في التعليقات تكتبولي انا بطل ياريت عشان نشوف كم بطل وصل معايا لنهاية الفيديو اتمنى لكم التوفيق جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته